اهلا بكم من جديد توقعت وكالة الطاقة الدولية أن تمثل مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة نحو 95% من الزيادة في القدرة على إنتاج الكهرباء في العالم وهذا بحلول عام 2026 على أن يكون نصيب الطاقة الشمسية من هذه الزيادة نحو 50% نتحدث أكثر عن هذا الموضوع مع ضيفي المهندس أسامة جنيدي رئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين مساء الخير مهندس أسامة ونحن نتحدث عن نسبة كبيرة جدا من إنتاج الكهرباء من خلال الطاقة الجديدة 95% إلى أي مدى ستكون الدول قادرة على الوصول إلى هذا الرقم بعد أربع سنوات؟ مساء النور يدينا هو الحقيقة طبعا التارجت ده تارجت يعني ممكن نقول أنه هو يعني طاف تارجت أتمنى أنه هو فعلا هدف صعب أقدر توصل للنسبة دي هدف صعب هو هدف صعب وأتمنى أن يبقى فعلا في توفيق للدول أن هي توصل لهذا الرقم طبعا على رأس هذه الدول اللي بتقود هذا الأمر يمكن كمان الهند دخل بقوة جدا على زيادة القدرات عندها في هذا المجال وبرضو أمريكا وأوروبا ماشيين بخطة جيدة طبعا فيه تغير في السياسة الأمريكية ففيه اهتمام كبير بالطاقة النظيفة والجديدة والمتجددة في أمريكا يعني بعتقد أنه هو هدف صعب ولكن يمكن تحقيقه وهو أيضا مرتبط بالتطورات اللي ممكن تحصل في الفترة القادمة من الكوفيد ويعني نأمل إن شاء الله أن هي ما تكونش تطورات يعني سيئة وتبقى الأمور تحت السيطرة يعني إن شاء الله توقعات الوكالة بتأتي بالرغم من ارتفاع تكاليف المواد المستخدمة في صناعة الواحة الطاقة الشمسية مثلا ومحركات الرياح كيف تفسر ذلك بصي هو احنا في عندنا كذا حاجة مع بعضها أول حاجة فيه تطور تكنولوجي كبير جدا في تصنيع كل ما يخص الطاقة المتجددة سواء طاقة الرياح أو طاقة شمسية الحاجة التانية إن الشركات أصبح عندها ساعة انتجية كبيرة وعندها خبرات في التصنيع كبيرة خلال السنوات السابقة فلو جينا قاردنا الأسعار النهاردة النهاردة أنت تقدر تتنقشي في أسعار 2 سنت و3 سنت للكيلو وات ساعة من الطاقة الشمسية يعني من سنوات قليلة كنا بنتكلم على 8 و10 سنت فبالتالي رغم الارتفاع في بعض الخامات إلا إن هيظل الإقبال على الطاقة المتجددة هو الخيار اللي لا يمكن تجاهله من أحد يعني الجميع لابد أن يضع في اعتباره الطاقة المتجددة مش بس لأسباب بيئية ولكن أيضا لأسباب اقتصادية متعلقة بالأسعار الجيدة للطاقة المتجددة والجديدة هل بتعتقد أن دول ستبدأ بالفعل في الاستغناء عن الوقود الأحفوري في إنتاج الطاقة؟ لا أنا ما اعتقدش أنه هيحصل هذا الاستغناء هو اللي هيحصل إيه؟ أن إحنا الإقبال على الطاقة الأكثر كفاءة بشكل عام حيبقى أولوية لا غنى عنها يعني لو إحنا جينا على محطات بتشتغل بالسامبل سايكل أو الدورة البسيطة اللي هي فيها تربينة واحدة بيبقى الاتجاه لتعديل هذه المحطات إلى محطات مركبة ولو كان في دولة ما فيهاش مثلا انتشار للمحطات الصغيرة للإنتاج الكهربائي اللي هو بيسموه الإنتاج الموازع أو Distributed Generation لمحطات بتعمل بالتراي جينيريشن والكو جينيريشن هتلاقيها هتبدأ تمشي في هذا المجال يعني مثلا مصر النهاردة فيه في قانون الكهرباء مادة رقم 46 دي مادة مخصوصة لتشجيع الطاقات اللي هي بالوقود الأحفوري ولكن بالتراي جينيريشن والكو جينيريشن لرفع الكفاءة فبشكل عام هيبقى الوقود الأحفوري موجود ولكن هيبقى فيه تركيز كبير جدا على رفع الكفاءة والمحطات الأديمة المتهلكة هيبقى فيها إحلال وتجديد بمحطات أكثر كفاءة لكن هيظل فيه توازن في الأنرجي ميكس لكل دولة ما بين التاقات دي والتاقات دي طبعا في بعض الدول اللي هي ممكن تكون الميكس بتاعها مختلف يعني هتلاقي فيه دول حتى نسب عالية جدا للتاقة المتجددة أكتر من دول تانية حسب التاقات الموجودة والمتاحة لها وحسب التقدم بتاعها واهتمامها بالبيئة وإلى آخره من هذا المجال وحطي في اعتبارك كمان إن إحنا منتظرين بما إن مصر لديها مشروعات طموحة جدا في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة وأصبح لدينا أكبر منطقة لإنتاج الطاقة الشمسية في بنبان محطة بنبان الشمسية أو السولر بارك كما يطلق عليها كيف ستكون النسبة أو المعادلة فيما يتعلق بالطاقة في مصر؟ بصي إحنا في مصر قطعين شوط كويس جدا في هذا المجال إحنا بالفعل حققنا 20% بنهاية السنة دي بنأمل إن إحنا نصل نصل في سنة 35 لـ 42% من الطاقة في مصر تبقى طاقة متجددة مشروع بنبان أخذ أحسن مشروع في العالم من عدة سنوات عندنا دكتور محمد شاكر الحقيقة عامل طفرة رهيبة في المجال كله وطبعا بدعم سياسي قوي من سياسة الرئيس فبالتالي أنا بعتقد إن مصر هتبقى من الدول اللي هي أطعى أشواط ممتازة في هذا المجال وخلي بالك إن مصر فيها يعني مناخ ممتاز لإنتاج الطاقة الشمسية مصر تقدر تنتج 19 جيجا من الطاقة المتجددة والجديدة سواء ريح أو طاقة شمسية فبصر كمركز إقليمي للطاقة وده الهدف اللي إحنا كلنا بنسعى وراء مؤهلة تماما إن هي تبقى دورة رائدة في هذا المجال المهندس أسامة جنيدي أسألك أيضا عن الزيادات القياسية هذا العام في إنتاج الكهرباء بلغت 290 جيجا وات لا شك إنه هذه إشارات على يعني ظهور الاقتصاد المبني على الطاقة الجديدة والمتجددة ليس كذلك بالتأكيد هو في النهاردة شركات كتير بقت موجودة بتشتغل في هذا المجال في نقل تكنولوجيا في فرص عمل كتير بتتاح في هذا المجال أنا بتصور إن سوء الطاقة سواء في مصر أو في العالم حياخد أشكال وصور مختلفة وحيخش معنا تكنولوجيا كمان جديدة ما كناش قبل كده بنشتغل بيها زي الهايدروجين الأخضر وزي مزج المشروعات الخاصة بالمياه والتحلية بالجرين هايدروجين يعني في عندنا زخم من التكنولوجيا الجديدة القادمة اللي هتغير شكل السوق وإحنا في انتظار كمان بريك ثرو يحصل في الطاقة الشمسية في البطاريات أو الباتريز اللي هي هتخلي فيه استقرار في استخدام الطاقة الشمسية بالنهار وبالليل ده لما يحصل حيغير تماما من المعادلات والحسابات اللي بتتم النهاردة على هذا الأمر أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا المهندس أسامة جنيدي رئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصرية مشادينا نتوقف مع فاصلا أخير بعده نتابع معكم أداء البورصة المصرية ونحللها مع ضايفي محمد فاروق خبير أسواق المال كنوا معنا